اشتركوا في القناة من أيدي الأعداء الخائنين وبهذا من المتوقع أن صلاح الدين سيقع في حب هذه السيدة من بعد السيدة ثريا ومن جه أخرى سيحدث تغيرات جديد للمسلسل جديدة وكبيرة للمسلسل في الموسم الثاني وبحسب الأخبار التي وصلنا أن أغلبية هذا الموسم الجديد ستكون عن الفتوحات ستبدأ فتح مصر وسيظهر الكثير من الأعداء بجانب أمار ليك في هذا الفترة وسيظهر أكبر عدو بينهم هو شيخ جبل سنان والتوقعات كثيرة الذي أوقع صلاح الدين داخل البئر هو سنان ومن المتوقع إذا لم يتم إنقاذ صلاح الدين من الأعداء سيبقى أسير بيد الأعداء كما لو تذكرنا قصة قيامة أرطغل عندما أسر عند نويان وهنا من المحتمل أن صلاح الدين سيبقى أسير بيد الأعداء وسيتعرض أنواع من التعذيب على يد الأعداء الخائنين ولكن فيما بعد سيتم إنقاذ صلاح الدين وذلك عن طريق أحد الأشخاص الذين متواجدين بجانب الأعداء أو شخص ملثم مفاجأ آخر أو من المحتمل أن صلاح الدين يتخلص بمجهوده الخاصة إذا حصل شيء هكذا دعنا لا نندهش أبدا وسنرى الكثير من المواجهات القوية بين الأعداء مثل مارليك وسنان وبين صلاح الدين وماذا إذا لم يكن أحد من الذي ذكرنا سينقذه؟ يا ترى من سينقذ صلاح الدين من أيدي الأعداء؟ ماذا تتوقعون؟ أعزاء المتابعين شاركونا توقعاتكم في التعليقات ولا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر